اشتركوا في القناة احنا اسرائيل تقولك ما بدك بلاش طيب ما هو اذا المواطن والله ما هو بالتالي بالتالي انا بدي حافظ على هذا المواطن ما بحطه المواطن ويعني هو يخسر غاز الاسرائيلي ويكسب كرامته وحريته حتى وانك ماذا تستفيد اسرائيل من غير الطاقة ماذا تستفيد ستعزل ها ستعزل سنكون كابوس الاحتلال لا كما وصفتنا لقاومة الفلسطينية لا هذا موضوع ثاني سنكون نحن كابوس الاحتلال لا هل الاسرائيليين هم يعتمدوا على الطاقة الاردنية فقط انا بدحم شعبي انا بدحم شعبي انا ما بكون وراء العاطفة انا ما بقولك ان هاي الاتفاقيات انه يجب ان لا تلغى تلغى في الوقت الذي انا حقيقة انا اكون في صلب بحيث اجد بدائل لشارعي الاردني لهذه الاتفاقيات وضروري جدا انا اجد بدائل انا اذا ما وجدت بدائل ما لاتوا على حكومة فاشلة صحيح هو هذا المنطق هذا المنطق نعم صحيح نحن عندما نتصل نصل الى نقطة عندنا نقطة كيف نستطيع نعالج هذا الامر تكون هذه الاتفاقيات بعض الحالة تضرب ولا باستفيد ما تظل مرمية شو استفيد منها انقطاع المي اذا انقطعت المي بشكل او باخر وما فتحت السدود من اخواننا السوريين من الذي حافس المي غير اخواننا السوريين في هذا الماء ليفتحونا مي نبس بحاجة المياه الاسرائيلية